يتوقع أن يوقع رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بين يمين نتنياهو وشركاؤه من اليمين الوسط واليمين القومي المتذين اتفاق تشكيل الحكومة اليوم بعد تجاوز خلافاتهم الليلة الماضية وأكدت وسائل إعلام محلية أن زعيمي حزب الوسط واليمين القومي تراجعا عن مطالبهما بالحصول على لقب نائب رئيس الوزراء والتي أدت إلى عرقلة الانتهاء من سياغة الاتفاق مساء الخميس في العراق قتل أربعة من عناصر الصحوة عندما هجم مسلحون يرتدون بزات عسكرية منزلة قيادي في هذه القوة التي تقاتل تنظيم القاعدة في محافظة الديالة شمال شرق بغداد وأكد مقدم في شرطة المحافظة أن القتلى هم قائد الصحوة وأولاده ثلاثة مشيرا إلى أن اثنين من الأولاد حاولوا الهرب من المنزل لكنهم قتلوا في حقل مجاور للمنزل وضعت مطارات الهند في حال تأهب لمنع سفير إيطاليا من مغادرة البلاد في إطار قضية جنديين إيطاليين ملاحقين بتهمة القتل في الهند ولم يعدا إليها بعد الإفراج الموقت عنهما وقال مصدر في الداخلية الهندية أن أمرا صدر بالفاكس إلى سلطات الهجرة يطلب منها منع سفيدا لمنسيني من مغادرة البلاد بدون إذن مسبق